قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة خلونا نصبح على ليندا وطمنا كمان على حالة الطاقس وكمان معاها أسعار الذهب والعملات صباح الخير عليك يا ليندا صباح الخير شازلي صباح الخير جوانا صباح الخير يا ليندا درجة الخرارة يا شازلي نهاردة في القاهرة بالسجل 27 مبارح كان 28 في فرق درجة الصبح الجو ربيعي لكن بالليل هيكون ماء للبرودة زي مبارح برده مبارح بالليل كان برد شوية دي حقيقا تعالوا نشوفوا التفاصيل صباح الخير عليكم مشاهدين تعالوا دلوقتي نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية والبداية هتكون مع الدولار الأمريكي وسعر البيع والشراء سعر البيع سجل 18.52 أما الشراء فسجل 18.44 اليورو البيع سجل 19.43 أما الشراء فسجل 19.33 الفرنك الجنيه السليني البيع سجل 23 جنيه و3 أروش أما الشراء فسجل 22.91 الفرنك السويسري البيع سجل 19 جنيه وإرشين أما الشراء فسجل 18.92 هنروح لليوان الصيني البيع سجل 2.80 أما الشراء فسجل 2.78 الريال السودي البيع سجل 4.94 أما الشراء فسجل 4.91 الدينار الكويتي البيع سجل 60.41 أما الشراء فسجل 60 جنيه و5 أروش والدرهم الإماراتي البيع سجل 5 جنيه و4 أروش أما الشراء فسجل 5 جنيه وإرشين وبالنسبة لمتوسط أسعار الدهب فعيار 18 سجل 10.16 جنيه للجرام أما عيار 21 فسجل 1.185 جنيه للجرام وعيار 24 سجل 1.354 جنيه والجنيه الدهب سجل 9.480 جنيه خلونا دلوقتي مشاهدين نصارد مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة الجو هيكون مائل للخرارة على القهرة الكبرى والوجه البحي والشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية وهيكون فيه نشاط لرياح على أغلب الأنحاء درجة الحرارة في القهرة النهاردة 27 وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 35 وأقل درجة حرارة هتكون في مرسى مطروح 21 هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شفايا